حقق نادي السلمية فوزاً مستحقاً على شقيقه الكرخ العراقي بنتجة 37 هدفاً مقابل 29 ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى من البطولة العربية للأندية أبطال الدور والكأس لكرط اليد المقام حالياً على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصلاة المغطاة وفي لقاء آخر تغلب القادسية على شقيقه مليح الإماراتي ب35 هدفاً مقابل 23 وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية اشتركوا في القناة